فاكرين السفينة Ever Given بتاعة خط Ever Green فاكرينها صح؟ أظن كان حادث ده العالم أصلاً ما ينسهوش العالم اللي قال ست أسابيع ولا أكتر على ما تتحرك السفينة أهو نفس الخط ده بقى عدت منه أختها الكبيرة نخد بيها لك بقى اسمها Ever A Top Ever A Top دي واحدة من سلسلة كده تعتبر هي السلسلة الأكبر والأضخم في خط Ever Green كله اسمهم A24 فتعدي Ever A Top من عندنا أكبر وأحدث سفينة حاويات في هذا الخط بالوة في العالم ودي رحلتها البحرية الأولى أجدد واحدة الجديدة الجامدة النمرة الضخمة طول بعرض بغاطس يعني تقدر تحدث ولا حرج هنا بقى نقول إيه Touchwood ما شاء الله دي قناة السويس ودول رجالة هيئة قناة السويس خلي بالك هو ما ينفعش السفن تعدي من غير الجهد بتاع الهيئة من غير جهد رجالة الهيئة وكل دا بالمناسبة كان علشان يجرى كان يحتاج حدوتة من حواديط المصريين المهمة في توسعة القناة في شق القناة الجديدة في استمرار عمليات التكريك والتعميق إلخ 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 بص أدي بقى شاف السفينة اللي بتطلع قدامها دي دي بقى إيه ترشدها في السكة وفي الطريق وهنمشي كده وهنخفف سرعتنا نزود سرعتنا نيجي يمين طبعا ما بقولوش يمين واشمال والكلام اللي أنا بقولو دا ليهم بقى مصطلحات تانية متعلقة بالإحداثيات وأرقام بتتقال وغربا وشرقا وشمالا وجنوبا ودي حاجة بتاعت المتخصصين اللي أنا مش منهم أنا يدوب علاقتي بالبحرية هي أنه خالي رحمة الله عليه ظبط بحرية الله يرحمه يا رب